أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم سماح مصر بالمساس بأمن واستقرار دول الخليج مشددا على أن أمن الخليج يعد جزءا لا يتجزأ من أمن مصر كما شدد الرئيس السيسي خلال لقائه الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين ضمن زيارته لمدينة الرياض أكد على أهمية مواصلة العمل على توحيد الصف العربي وتضامنه لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية معربا عن تطلع مصر لتعزيز علاقات التعاون الثنائي مع السعودية في دميع المجالات وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة بين الزعيمين تلتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين حيث أكد العاهل السعودي على ما تتسم به العلاقات المصرية السعودية من تميز وخصوصية مشيدا بدور مصر المحوري في المنطقة العربية وجهودها الحثيثة لمساندة ودعم الدول العربية والخليجية على وجه الخصوص وذلك كركيزة أساسية لصون الأمن والاستقرار في الوطن العربي هذا وتطرقت المباحثات إلى سبل تعزيز أطر العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة مع تأكيد أهمية دعمه وتعزيزه لصالح البلدين خاصة على الصعيد العسكري والأمني إلى جانب التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التكامل بينهما كما تم مناقشة مستجدات عدد من القضايا الإقليمية والدولية حيث توافقت رؤى الجانبين بشأن ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة ترجمة نانسي قنقر